موسيقى مشاهدين الكرام أهلا بحضراتكم معنا ولقاء يتجدد دائما مع زينة طبعا كلنا ملاحظين يعني الظروف المناخية الصعبة اللي بتمر بيها مصر في هذه الأيام أو في هذه الساعات القليلة إن شاء الله تمر بسلام وأمان وفي استعدادات تامة من قبل مؤسسات الدولة لمواجهة هذه الظروف وفي البداية يعني لازم نقول تحية تقدير واحترام لكل الرجال العاملين في المرافق الحيوية في هذه المرحلة اللي هما ما عندهمش أجازات ولكن اللي ينزل الشارع في هذه المرحلة يلاقي إن هما رجال الأمن رجال القوات المسلحة الحياة وقفين بالفعل في استجابة لنداء الوطن فلازم نقول كل التحية والتقدير وإن شاء الله تمر هذه الظروف المناخية الصعبة بسلام وأمان على الجميع يا رب وعلى مصرنا الحبيبة بإذن الله النهاردة الحقيقة معنا فقرة هامة جدا بنقول فيها العصر الزهبي للمرأة المصرية ودايما يعني تقاس تقدم المجتمعات بمقدار ما تلقي المرأة من احترام وتقدير ودايما وضع المرأة هو مرآة لأي مجتمع النهاردة هنتكلم على العصر الزهبي للمرأة المصرية وازاي سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي دائما بيقدر وبيحترم المرأة المصرية وبيشيد بدورها في كل خطباته ودايما بيشيد بدور المرأة المصرية في مرحلة الإصلاح الاقتصادي بيشيد بدورها فهي عماد للأسرة المصرية وشوفنا الحقيقة كمان من أيام قليلة في احتفالية كبرى كان فيه تكريم من قبل قرينة سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تكريم لقيادات نسائية تكريم لنمازج مشرفة من المرأة المصرية نمازج في كافة المجالات في احتفالية كبرى هذه الاحتفالية كانت بعنوان المرأة المصرية هي أيقونة النجاح وهذه الاحتفالية كانت بمناسبة يوم 8 مارس وهو اليوم العالمي للمرأة يعني بالفعل المرأة المصرية في هذه المرحلة حققت الكثير من الإنجازات ومن المكتسبات والمرأة المصرية بالفعل يعني هي جديرة وهي تستحق كل هذا التقدير والإحترام وإن شاء الله يعني إلى الأمام دائما ويكون فيه مكتسبات وإنجازات أكتر للمرأة المصرية عن العصر الزهبي للمرأة المصرية هتكون معنا فقرة هامة وهيكون لنا لقاء مع الأستاذ حسن الرشيدي الكاتب الصحفي وإلقاء الضوء على هذه المرحلة والعصر الزهبي للمرأة المصرية معنا فقرة هامة بنتكلم فيها عن الإضاءة بالتأكيد كلنا بنحب أن منازلنا دايماً وشؤقنا السكنية تكون مضاقة بإضاءة متوازنة إضاءة جميلة هذه الإضاءة ممكن تعطي مسحة أوسع للمنزل والإضاءة لازم تكون مناسبة مع أساس المنزل النهاردة هنتكلم عن الإضاءة والإضاءة تقريباً هي فن وعلم في نفس الوقت وخبرة يترى إزاي ممكن نضيء منازلنا بالإضاءة المعقولة علشان بالفعل تعطي جمال وتعطي وسع للشؤق السكنية وده بالتأكيد بينعكس على حياتنا اليومية أعتقد أنها فقرة هامة بتمنى أن حضراتكم تتابعوها معنا مرة تانية فقراتنا دايماً متنوعة مع زينة وإن شاء الله تستمتعوا معنا هنتلع فاصل ونرجع مرة تانية ونبدأ مع حضراتكم أولى فقراتنا وزينة مشاهدين الكرام بنرجع مرة تانية ونبدأ مع حضراتكم أولى فقراتنا والعصر الزهبي للمرأة المصرية يعني بالتأكيد المرأة المصرية في هذه المرحلة حققت الكثير والعديد من الإنجازات ومن المكتسبات لكن يمكن بتختلف وجهات النظر يعني البعض بيقول أن هم مكتسب حققته المرأة المصرية أنها مثلاً تقلدت المناصب العديد من المناصب القيادية اللي كانت يمكن بعيدة شوية عنها في الفترة الماضية من المكتسبات اللي حققتها المرأة أيضاً أن ليها دلوقتي حق فيه الدستور بيمنع العنف ضد المرأة المصرية يعني بتختلف الآراء من وجه النظر لأخرى ولكن مع اختلاف الآراء لكن بالتأكيد واللي كل متفق عليه أن المرأة المصرية حققت الكثير والكثير من الإنجازات والمكتسبات في هذه المرحلة وده من منطلق تقدير واحترام القيادة السياسية من قبل سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتقديره للمرأة المصرية عموماً عن العصر الزهبي للمرأة المصرية هيكون لقائنا وبيسعدنا وبيشرفنا وجود الأستاذ حسن الرشيدي الكاتب الصحفي أهلاً بحضرتك معنا يا فندم شرفتنا ونورتنا أهلاً أستاذ حنا العصر الزهبي للمرأة المصرية يعني يمكن زي ما حضرتك سمعتني حققت الكثير والكثير من الإنجازات والمكتسبات من وجهة نظر حضرتك إيه هو أهم إنجاز حققته المرأة في هذه المرحلة شوفي أقولك حاجة أنت قلت في المقدمة أنه ده العصر الزهبي للمرأة المصرية ودي حقيقة منذ أن تولى الرئيس عبد فتاح السيسي إدارة شؤون البلاد واهتمامه واسع جداً بالمرأة لأنه مدرك تماماً قيمة المرأة المصرية وأنها العمود الأساسي للبيت وأنه لا يمكن أبداً يحدث تطور في أي وطن أو في أي دولة دون المشاركة الفعالية أو المساهمة الفعالة للمرأة صحيح فإحنا عندنا لو بصيتي الدولة مهتمة جداً بالمرأة المصرية وأن المرأة المصرية ثبت كفاءتها ونجحها عندما تتبوأ على المناصب وأنا حقول قبل ما نخش في الموضوع في حاجة بصية جداً النهار ده مثلاً رغم التحذيرات من التأسي والمطر واوة والآخر كم من السيدات رحت العمل وفي الشوارع وبتشارك في العمل العام وبتشارك في مجال الخدمات وفي التلفزيون وفي الإعلام الآخر إذن المرأة جزء أصيل بل الكيان المهم جداً في بناء أي دولة وفي الحقيقة أنا شايف أن أحصل مرحلة للمرأة المصرية أو الدولة بتعزز فيها مكانة المرأة المصرية هي هذه المرحلة منذ أن تولى الرئيس عفتح السيسي إدارة شؤون البلاد منذ تولى الرئاسة نعم كان هناك أيضاً مجال السيدات شوفنا قدي إيه عظيمات مصر زي عائشة راتب وغيرها وغيرها لحد النهار ده كان ليه مدور كبير في المجتمع المصري ومنذ حتى السائرة هدى شعراوي وأول رئيسة لمدرسة تاريخ للمرأة المصرية وأول عضو برلمانات لو يعطيها عضو برلمانات فيه تاريخ حافل للمرأة المصرية سواء حتى في مجال الضرة حد مثلاً ينكر ساميرا موسى أو ينسنى ساميرا موسى اللي اغتيلت بسبب تفوقها العلم وبسبب بسبب ذكاءها الخارق وتقدمها في هذا المجال اللي كان يمكن زمان في هذه المرحلة من المجالات النادرة أو الصعبة جداً يعني عايزة أقولك المرأة المصرية يمكن الرئيس سيسي في كل المنسبات وفي المحافل الدولية صحيح صحيح وفي كل اللقاءات العامة دائماً بيشيد بدور المرأة المصرية تمام عمود البيت هو المرأة المصرية صحيح صحيح ده شيء أساسي عمود الأسرة هو المرأة المصرية هتشقدر ينكر ده وحتى لما أتيحت لهم الفرصة لتولي من منصب وزاري أول حكومة يبقى حوالي ربعها وزراء سيدات صحيح هلهم مفاشلين؟ بالعكس نجحين جداً أو ناجحات للغاية وحتى في الوزارة الصابقة مش الوزارية شوفنا قد إيه النشاط اللي كان بتقوم بيه الدكتورة غادة والي وتولت منصب قيادي في الأمم المتحدة إذن لما بتبرز المرأة صحيح وبتكتهد بتتبوق مكان عظيم صحيح أول مرة نلاقي مستشار رئيس الجمهورية للأمن القومي السفيرة فايزة بناجح صحيح طبعاً ده معناها أن الرئيس عفتاح السيسي مدرك تماماً لأهمية وقيمة المرأة ولابد من تعزيز مكانتها حتى في الدستور عزيز مكانت المرأة وفي نفس الوقت احنا شوفنا المرحلة الجاية هيبقى 25% من السيدات النهاردة في أكتر من 90 نائبة في مجلس النواب وهو رقم ضخم مش رقم قليل وحتبقى أكتر فلابد من تعزيز مكانت المرأة وده اللي شفناه شفناه دي أيضاً الدولة بتهتم مجلس القوم المرأة صحيح الدولة بتدعمه تمام مجلس الأمومة والطفولة الدولة بتدعمه لكن في الحقيقة هل الدولة بتدعم منفراغ لا لأنه فعلاً سواء الأمومة والطفولة أو المجلس القوم المرأة بيقوم بدور فاعل جداً في حماية الأسرة وفي تعزيز مكانة المرأة وشفنا قد إيه بمجرد ما تحدث حالة واحدة للتحرش بنجد بينطفد المجلس القوم المرأة صحيح بينطفد حالة لتحرش للتفل بنشوف أيضاً النساء بيقوموا بحملات قد إيه لصالح التفل ولصالح الأسرة المصرية فأنا بعتقد أنه ده فعلاً العصر الزهبي للمرأة المصرية لكن هل هي تستحق؟ نعم تستحق صحيح النهاردة رئيسات تحرير صحف قومية من السيدات صحيح النهاردة في قوات المسلحة عدد كبير من السيدات بيقوموا بدور فاعل جداً في الشرطة يعني في مختلف أقصان وإدارات الشرطة بنجد سيدات بيقوموا بدور ما فيش بقى عندهم بقى النهاردة المطر النهاردة في بارد لا ده فيه نوع من الاندباط صحيح حرارك أستاذ حسن حضرتك يعني ألقيت الضوء بشكل سريع كده على المرأة المصرية ووضعها في مصر والعصر الزهبي بالفعل للمرأة المصرية اسمح لي حضرتك نتكلم بتفصيل أكتر ويمكن أنا عايزة أركز وأشير على اختيار الدكتورة غادة ولي وزيرة التضامن سابقاً واختيارها لمنصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة يعني إذن المرأة المصرية ستنطلق إلى العالمية وأكيد هذا الاختيار مجاش من فراغ ولكن جاء من تقدير العالم وتقدير الأمم المتحدة للمرأة المصرية وما تقوم به في المجتمع المصري وأيضاً نظرة لتقدير المجتمع وتقدير القيادة السياسية للمرأة المصرية يعني فهو هنا فيه تبادل فاختيارها لشغل هذا المنصب برضو يدل على إيه وزي ما بنقول يعني هتنطلق بقى المرأة المصرية من مصر وتولي مناصب قيادية في مصر إلى العالمية شوف حولك حاجة لا يمكن كان يتم اختيار الدكتور غالي ولي لهذا المنصب المهم خاصة في مكافحة المخدرات لو لقناها نجحت إلى حد كبير جداً في المناصب التي تبوقتها داخل بلادها داخل مصر صحيح صحيح وفي الحقيقة لما كانت وزيرة للتضامن نجحت وحققت أعمال عظيمة جداً في خدمة المواطن المصري صحيح وخدمة المجتمع المصري بشكل معي مواطن المصري بصفة عامة يعني يعني هي كنا بنشوف قدية تحركتها سواء على مستوى مصر أو على مستوى في المحافل أو المنظمات الدولية شوفنا قدية تحركتها حملتها ضد إدبان المخدرات حملتها لصالح الأعمال الخيرية للمرأة شوفنا قدية كتلية نشاط واضح واضح في مجال التضامن الاجتماعي حتى المعاشات يعني حقيقة هي لعبة دور كبير جداً في إصلاح أحوال المعاشات رغم أنهما آه في حاجة إلى المزيد لأن وفقاً للمعطيات الدجارية ووفقاً لأسعار اللي بتجري المعاشات محتاجين أكتر لكن الدولة فعلاً لعبة دور وبتسعى وبتستكمل هذا الدور لدعم أصحاب المعاشات وللعبة دور كويس هي كانت الدكتورة غدا والا يعني بدأت في الحفاظ وفي دعم أصحاب المعاشات وإن شاء الله هيستكمل هذا الدور وأنا عجبني كمان الدكتور مصطفى مدبولي منذ يومين فقط أشر لنقطة أنه فعلاً هيبقى فيه زيادة في المعاشات وأنه فيه فيه الموازنة جدية إن شاء الله ففيه الدولة بتشتغل لكن لابد تكون فيه عناصر بتمثل الدولة هي اللي بتذاكر بتدرس بتفحص بتعمل دراسات عشان تاخد القرار بتنفذ الاستراتيجيات والخطط على أرض الواقع بكل دقة وإننا فلولا أن الدكتورة غدا والي نجحت وتفوقت في المناصب اللي توليتها داخل مصر كان لا يمكن يتم اختيارها ده ده أيضاً بالإضافة إلى أن كنت لا يمكن يتم واحد اختار في خارج إلا إذا كان عنده القدرة صحيح على التكايف مع العالم الخارجي صحيح ولو تواصل مع العالم الخارجي لكن في نفس الوقت ده أيضاً الدولة المصرية صحيح وكان ممكن أنها تمسك منصب دولة رفيع ومصر وقفت جنبها وهي عملت جيم منافسة كويسة جداً فعندنا سيدات عندنا قيادات نسائية والنمازل مشرفة من السيدات المصريات سواء على مستوى الداخل أو على مستوى الخارج يعني أنا عايز أقول حاجة أنه في عهد الرئيس السيسي في تعزيز لما كانت المرأة بشكل واسع وأيضاً لما نيجي نقول أنا هقولك قد إيه بابقى سعيد جداً لما بلاقي المرأة أو المجلس كون المرأة بينطفض ضد زواج القصيرات صحيح دفاع الحقوق المرأة ده نوع من أنواع العوم في أفنز مش المرأة المصرية ضد الفتاة المصرية كمان أو البنت المصرية بلعبوا دور فاعل جداً ضد ختاني الإناس بلعبوا دور فاعل جداً وفي الحقيقة نجحنا إلى حد كبير باستثناء بعض الكرة والنجوع والآخر في القضاء على ختان الإناس عدد كبير جداً بقى مقتنع بفعلاً إن ده أسلوب خاطئ وأسلوب ضل والآخر وضد المرأة وفي نوع من العنف واعتداء على حقوق المرأة وأنا عجبنا أيضاً ما أنا أشاره الأزهر حول هذا وأيد هذا يعني إذن فيه اهتمام بالقضايا الخاصة بالفتاة المصرية والمرأة المصرية بشكل يعني ما نجي نتكلم عن زاوب القاصرات دي في الحقيقة من أهم القضايا اللي يجب أن نركز عليها لأن لها أبعاد مختلفة يا فندم لها أبعاد في زيادة سكانية تسرب من التعليم أنا في مرة كان في حوار تلفزيوني فجي أحد المشايخ اللي هم متطرفين إلى حد كبير فكان معارض تماماً لفكرة معارضة زواج القاصرات فقالتني أنا هسألك سؤال يا شيخنا بالتحديد كده كنا في برنامج لو حفيتك في خمسة ابتدائي أو ستة ابتدائي وسنها حداشر سنة هتجوزها مردش للأسف لأنه في بعض الأراء بتمقع يعني ما احترامنا لكل جميع كيف أسمح بزواج طفلة سن الطفل لحد تنشر سنة دا دولياً لا يا قد يعني سن الطفل صحيح لحد تمنتاشر سنة هل يجوز أننا أزواج طفلة أقل من تمنتاشر سنة يقولك بعض الأراء المتطرفة يقولك طالما بالغ يعني ايه طالما بالغ تلميذة في خمسة ابتدائي وربعة بتدائي يقولي أجوزها هي لسه قدرت تفهم الحياة ولا تكون قادرة على اتخاذ القرار صحيح هي عندها القدرة على اختيار وتحمل مسئولية أسرة وتحمل مسئولية أسرة ودايماً المرأة المتعلمة أكيد أسرتها هتبقى متعلمة وأولادها هيكونوا متعلمين لكن المرأة طبعاً أنا مع اتجاه الدولة والمجلس القوم المرأة صحيح في فعلاً منع زواج القصرات الحاجة التانية أيضاً في وضع القوانين بتغليز العقوبة في حالة زواج القصرات سواء المأذون أيه كل من يشارك كل من يشارك في هذا لأن أنا بعتبر ده جريمة صحيح زواج القصرات ده جريمة وللأسف للأسف ما زالت هناك بعض القرى فيها محامين للأسف الشديد بعض المحامين اللي بيرتكبوا هذه الجرائم ويزوجوا وبيتولوا عملية زواج القصرات مع بعض المأذونين الشرعيين صحيح فعشان كده تجريمة هذه العملية صحيح ويمكن برضو مناصفة أو تقديراً لدور المرأة كان فيه إصدار العدد كبير من التشريعات والقوانين اللي بتساند وضع المرأة واللي بيبقى فيه يعني عقوبات صارمة وحازمة في مثل هذه القضايا اللي حد تقشرت إليها زي زواج القصرات وزي ختان الإناس والعنف ضد المرأة وغيرها من جميع أشكال العنف ضد المرأة الحياة فيه قوانين صارمة للوقت والتحرش ما ظهرتش اللي قريب من سنوات قليلة عشان كده حتى الشرطة عملت خصصت ضعبطات لمواجه التحرش وبنشوفهم فيه المناسبات زي الأعياد وغيرها بيقوموا تعشف لكن إحنا يعني نقدر نقول إيه إنها بتلعب دور في مكافحة تحرش في مكافحة في رفض العنف ضد المرأة في العمل السياسي والبرلماني حتى النهاردة فيه دور نشط جدا لبعض السيدات في العمل الحزبي والسياسي وده اللي الدولة بتركز عليه في المرحلة القومية في المرحلة الحالية إنه لابد من دعم وتعزيز العمل الحزبي وتشجيع النساء للمشاركة الحزبية في الحياة السياسية عشان تتأهل يبقى عندنا 25% إن شاء الله إسمحني نتوقف ثواني معنا تقرير لأنه لسه يعني هنكمل حدثنا عن العصر الزهبي للمرأة المصرية ولكن مع حضرتك ومع كل السادة المشاهدين طبعا المجلس القومي للمرأة من يعني المؤسسات الدعمة واللي بتقدم بالفعل كل الخادمات لتعزيز وتمكين المرأة في جميع المجالات هنشوف مع حضرتكم هذا التقرير عن المجلس القومي للمرأة ونلقى مرة تانية ونواصل لقاء أصدر مركز تنمية مهارات المرأة بالمجلس القومي للمرأة تقريرا حول أهم المبادرات والبرامج التي نفذها خلال الفترة من يناير 2019 حتى أغسطس 2019 والتي استفاد منها 317 سيدة من مختلف المحافظات وصرحت مي محمود مديرة مركز تنمية مهارات المرأة بالمجلس بأن المركز نفذ خلال تلك الفترة مبادرات مختلفة إلى جانب البرامج التدريبية والأنشطة الدورية التي يقوم المركز بتنفيذها في إطار التوعية بالتمكين الاقتصادي ومساعدة السيدات على بدء مشروعاتهن الخاصة وإدارتها بالأسلوب الأمثل كذلك مساعدتهن من خلال جلسات الإرشاد السريع التي تعمل على نقل القبرات للسيدات الراغبات في بدء مشاريعنا الخاصة وأوضحت أن هذه المبادرات شملت مبادرة أدها وقدود والتي تضمنت تنفيذ أربع ورش تدريبية مختلفة في السجادي والكليم بقوسين وورشة النحاس ووحداتهن مشاهدينا الكرام بنرجع مرة تانية مع العصر الزهبي للمرأة المصرية ويمكن شفنا حضرتك ما يقوم به المجلس القومي للمرأة من دعم وخدمات بتعزز وبتقدر المرأة المصرية وبتساعدها الحقيقة المرأة المعيلة والكثير من المبادرات يمكن كنا توقفنا مع حضرتك عند المشاركة للمرأة المصرية في الحياة السياسية عايزين نول قندوق برضو عليها بشكل سريع طبعا إحنا قلنا في الحقيقة بنقول أن الرئيس سيسي بدعم المرأة بشكل واضح جدا وبيكرمها في الكثير من المنسبات وبيدعون تماما من خلال مبادرات متعددة المرأة المعيلة ويكفي مبادرات الصحة 100 مليون صحة ويكفي الكشف المبكر سواء كانوا حوامل أو السرطان السادي في مبادرات لصالح صحة المرأة لكن في الحقيقة ولا بد أن احنا نستغل النهاردة وندي وزيرة الصحة هذه السيدة الدكتورة التي تهاجم بشدة من الجماعات التطرف أو من الخوانة أو الكارهين لمصر بيهجموا هذه السيدة لأنني أعتبر أنها من أعظم وزيرات الصحة على مستوى مصر كفاية ما نراه اليوم أنها بتتحرك في كل مكان لمواجهة فيروس كورونا وإعداد المعامل ومن المطرد ويكفي أنها بكل كوة وجرأة الصين في عز الأزمة والنهاردة كل يوم وأحسن ما فيها هذه السيدة أنها عندها الشفافية والصدق مع النفس وبتتعامل بكل شفافية مع منظمة الصحة العالمية واسمح لي حضرتك يعني ده مش كلام نحنا بس كمصريين طبعا كلامنا كمصريين من قبل الواقع ومن قبل المصدقية والشفافية ده كلام كمان من قبل منظمة الصحة العالمية وهي منظمة عالمية أشادت بالإجراءات الوقائية اللي بتتتخذ في مصر في هذه المرحلة وأشادت بدور كل المسؤولين في وزارة الصحة وعلى رأسهم طبعا ديكتورة هالة زي يعني دي إجشادة عالمية وفي جميع الموانئ ومطارات مصر شوفي قد إيه وزارة مدعمة صحية الحجر الصحي بيلاقى جهزة والقول البشرية وقد إيه بيقوموا بيطبقوا المعايير اللي بحد ده منظمة الصحة العالمية في مكافحة فيروس كورونا وغيرها من الفيروسات في الحقيقة بتقوم بدور فاعل جدا ومهم جدا لا ينكره إلا جاحد قد إيه بندرك الكيمة الحقيقية لما تقوم به وزارة الصحة برئاسة الدكتورة هالة زي عشان ندي حقا لأن في ناس بتفتري عليها وبتتجنع عليها رغم دورها البارز والفاعل صحيح لا يعني بالفعل لها كل التقدير والاحترام وهي نموذج مشرف للقيادات النسائية وللوزيرات السيدات في مصرحي نيدا نقول وزيرة بتشتغل دي في مجال الصحة لا شك يمكن أبداعت وتفوقت وكلنا بين المسهد وهي دي مشكلة على الجميع وعلى المجتمع عايز تضافر من كل المؤسسات المجتمعية شوف أقولك حاجة مش بس مسؤولية وزارة الصحة فقط ولكن هي مسؤولية مجتمعية لمواجهة هذا الفايروس الدولة المصرية عندما تقرر وبيكون لديها الإرادة بتعمل شوفنا لما قررت الدولة علاج فيروسي صحيح بقينا أفضل دولة في العالم دلوقتي مصر نموذج بيحتزى به في محاربة فيروسي وفي القضاء عليه وفيه كتير من دول العالم بيبعثوا لدكاترة علشان يشوفوا هذه تجربة الرائدة لمصر هنبولي الوزارة دي فيها يعني ربعها نقول وزيرات من السيدات الصناعات الصغيرة والمتوسطة والمتنهيز صغر أنا معتقد أن من أفضل من عمل في هذا المجال هو الدكتورة نيفين جامع جامعة عملت في هذا المجال يعني طورت جدا 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 بشكل لا يدخلوا وإدوا تسلات للشباب أيها صحيح واستطاع الشباب هنا أن ينجح فيه إقامة مشروعات ومصانع للصناعات الصغيرة صحيح فيه شغل السياحة أيضا واسمح لي حضرتك عند النقطة دي إحنا من خلال برنامجنا هنا زينا دايما بيبقالينا لقاءات كتيرة جدا مع سيدات منتجات يعني أخذوا قروض صغيرة وأقاموا مشروعات صغيرة مشروعات متنهية في الصغر وبدأوا يقدموا بعض المنتجات وبعض الأشغال اليدوية البسيطة جدا والجميلة ونعرضها دايما من خلال برنامجنا زينا وبتدر ليهم مصدر دخل ومصدر ربح جميل جدا ده كل ده يعني مجهود كبير للمرأة المصرية ودعم أيضا إحنا بيليه العصر الزهبي النهاردة المرأة وزيرة المرأة مستشار رئيس جمهورية المرأة رئيسة جمع المرأة عمداء كليات قادت كبير جدا في الصحافة رئيسات تحرير كتير في كل مجال في مصر بنجد فيه المرأة فيه دعم وتقدير للمرأة المصرية البنوك النهاردة المرأة دورها فاعل جدا فيه تطوير العمل البنكي في مصر فيه المجال الاقتصادي كمان أقدر أقولك أني فعلا المرأة المصرية من الدولة بتعزز مكانتها وبتدعمها ونقدر نقول ده فعلا العصر الزهبي للمرأة المصرية ولكن بقى هنا فيه نقطة مهمة جدا نحن في هذه المرحلة الخطر في مواجهة فيروس كورونا المرأة للمرأة دور كبير جدا أنا يمكن كتبت النهاردة مقالة في الجمهورية لابد نحن نتخلى عن الأحضان والقبولات وبعض العادات السيئة اللي بتساهم فيه نقل الفيروسات هنا دور المرأة مهمة جدا في الغاية هي عمود الأسرة عمود البيت هي اللي تقدر توجه الأطفال في العناية بصحتها توجه الأطفال في الحفاظ على النظافة توجه البيئة بصفة عامة في الحفاظ على نظافة البيئة توجه كل أفرار الأسرة لما المرأة يكون عندها الوعي اللازم وعندها الثقافة الصحية اللازمة بتبني أسرة سليمة بتبني أسرة سليمة مين فينا والدته ما تعبدش معاه في الدراسة وفي التربية وفي كل شيء لحد ما بتعجزي لو والدتك ربنا يديها الصحة موجودة هي اللي بتبقى خايف عليك بتعمل كأنك تفلتها اللي لسه موجودة هي العطاء وهي الحب وهي الحنان وهي كل هذه معين لكن بقى أيضا على المرأة في إطرار دورها الفعل في المجتمع وأهميتها القصوى في المجتمع وهي الجزء أو الكيان المهم جدا في المجتمع لابد بقى أن احنا نفعل دورها في مجال مكافحة الزيادة السكانية على المرأة مشكلة الزيادة السكانية دي حضرتك تعتبر مشكلة أمن قومي في مصر بأن لها أبعاد كثيرة بس أنا بقى أرى برضو المرأة تستطيع أن تكون لها الدور المؤثر في مجال مكافحة الزيادة السكانية لأن الزيادة السكانية لما بتنفجر بتلتهم كل إنتاج تلتهم أي تنمية وأي زيادة في الموارد وبتعوق حركة التنمية فأنا أعتقد بجانب الأدوار العظيمة اللي بتقوم بها المرأة لابد أنها أيضا تكمل مسيرتها في وقف الزيادة السكانية بالعقل وبالمشورة وبالنصح وتحمل الصعاب في حملات توعية كثيرة جدا حضرتك وقفت جنب المرأة بشكل قوي في هذه المرحلة على المرأة في البرلمان القادم أنها بقى تحقق ذاتها من خلال تشجيع الدولة لها وتقوم بدور أكبر في العمل السياسي وإحنا زي ما نجحت في مجالات كتير أنا أعتقد حتكون أكثر تأثيرا في المرحلة القادمة وشوفنا قدي إيه في الاستفتاء على الدستور أو في الانتخابات السابقة بعد صورة 30 يونيو قدي إيه الدور الكبير اللي قامت بالمرأة وعلى فكرة المرأة لعبة دور يمكن تفوقت على الرجل في صورة 30 يونيو صحيح أستاذ حسن يعني بهذه الكلمات القوية والجميلة والدعمها بالفعل للمرأة المصرية بدختم لقاءنا مع حضرتك النهاردة لكن بالتأكيد هيكون لنا لقاءات قادمة لأن الحديث يعني عن العصر الزهبي للمرأة المصرية لا ينتهي أبدا ويمكن كان فيه نقاط كتير كنا عايزين نشير إليها بس علشان وقتنا كنا عايزين نشير إلى تكريم قرينة سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لعدد كبير من القيادات النسائية ومن النمازج المرأة المصرية المشارفة لكن إن شاء الله في حلقات قادمة بإذن الله شرفتنا ونورتنا يا فندم وشكرا على تعب حضرتك ووجود حضرتك معنا النهاردة يعني في هذه الظروف شرفتنا مشاهدينا الكرام حنتلع فاصل ولكن حنرجع مرة تانية ولنا فقرة هامة جدا مع الإضاءة وتأثير الإضاءة على أساس وعلى فرش المنزل وعلى أي وحدة سكنية فاصل ونرجع تاني ونواصل لقاءة مشاهدينا الكرام بنرجع مرة تانية ومع الإضاءة مع السحر مع الجمال يعني مع هذا العنصر الجذاب اللي ممكن يغير من شكل المنزل ومن شكل الفرش والأساس هنتكلم عن الإضاءة هل هي علم هل هي فن من خلال هذا اللقاء اللي بتسعدنا وبتشرفنا فيه المهندسة فاتن محمد الخطيب مصممة الجيكور أهلا بحضرك معنا يا بشمهندسة فاتن شرح حضرتك كلميني كده عن الإضاءة بشكل عام يعني يمكن كتير مش بيخالي باله قوي من موضوع الإضاءة ده يعني منهتم أكتر بألوان الدهانات بالأساس المنزل كلميني على تأثير الإضاءة خصوصا لما تكون مساحة شقة سكنية يعني إلى حد ما صغيرة ولكن عايزينها تظهر بشكل أوسع وأجمل فعلا هي أهم حاجة عندي المساحة الصغيرة مشاكلها كتير قويان فتوزيع الإضاءة بيتم على مرحلتين المرحلة الأولى اللي هي مرحلة التأسيس المرحلة التانية اللي هي مرحلة التشطيب ودي بتيجي في الآخر المرحلة التأسيس مهمة جدا ليه؟ لأن أنا في بينها وبين المساحة علاقة كبيرة جدا وبينها وبين العناصر التانية اللي هي الفرش، ألوان الدهانات، الأرضيات، ترتيب الأساس لو العنصر ده اتعامل كويس من البداية كل العناصر الباقية هتتم بنجاح ولازم أحط في بالي أني عند لو المساحة عندي صغيرة يبقى محاولش أن أنا أغمق في الفرش محاولش أن أنا الأرضيات أغمقها الفرش، الموبيليا بتاعتي لازم أوزحها صح لأنها كده ممكن تبوص كل اللي أنا عملته يعني ما جيش مثلا في مكان في المداخل بالتحديد يعني في وش مدخل مثلا أجي حط نيش مثلا في ناس كتير بتحب لسه النيش وبتحبزه يعني حط في وش المدخل ده كده بيشتت عيني بيعمل عطمة في المكان فالإضاءة ما بتنجحش بحس إن المكان معتم والمكان مش مش لطيف يعني طب كلميني عن أنواع الإضاءة دايما بنقول في إضاءة مباشرة وفي إضاءة غير مباشرة يعني دايما بيبقى في لهوا السقف الصائت ده بيبقى في بعض يعني وحدات الإضاءة كده برضو إيه الفرق بين المباشرة وغير المباشرة ودي تأثيرها إيه ودي تأثيرها إيه؟ المباشرة عندي هي لوحدة النجف الأبجورات اللي هي بتبقى على سايت تيبل اللامباديرا الأبليك الاسبوتات الاسبوت تابلو بيبقى متسلط على تابلو لكن الإضاءة المخفية لها بتبقى في الجيبسون بورد طيب الإضاءة دلوقتي ممكن حدوك عارفة فيه بيبقى للون كده أصفر أو فيه البعض بيسميه أحمر شوية وفيه الإضاءة البيضاء يا ترى إيه الفرق دي بيكون تأثيرها إيه ودي تأثيرها إيه θα ت comparing أهداءة الصفر أو الإضاءة البيضاء بيصبها للضوء الشخصي يعني أنا انا شخصيا أحب الإضاءة الصفر آه يعني أنا كمان في الشتاء أحب الإضاءة الصفر ممكن في في الصيف أحب الإضاءة البيضاء فدي بسيبها للضوء الشخصي أنا ما بحكمش ما لهاش قوي تأثير مش مؤثرة يعني حرك مثلا لما تبقى حاجة دايقة ما تقدريش تنصحي تقول له لا الأفضل ليك مثلا الإضاءة البيضاء الم أقدرش حاكم حد بزوقي لا بسيبه لزوء هو. لا باعتبار حضرتك عندك خبرة. هي الإضاءة البيضة بتدي وسع شوية. الإضاءة الصفرة بتدي دفء بس بتبقى حلو قوي في الشكل. بس طبعا انا بسيبها للعامل. يعني ممكن حدفت تقولي مثلا رائيك تبقى للدراسات. بقول رائي بس بسيبه هو عايز ايه في الآخر لان هو اللي بيعيش في المكان مش انا. تمام. طيب معنا بعض الثور كده نتكلم عنها بشكل سريع باش مواندسة فاتن. هنا برضو دي مساحات اعتقد ايه لحد الماس غيرها شوية. ولكن مع الإضاءة زهرة بشكل اوسع يعني. اه الاضاءة بتأثر طبعا. قول لنا كده حضرتك هنا الاضاءة الانسب مكان يعني موجودة فين في الاسقف في السقطة في المكتبة. هنا في زي مكتبة كده. اه اه. هنا توزيع الاضاءة في المكتبة مهم جدا برضو. هنا بتدي شكل لطيب في المكان. تمام. بتبقى هي غير مباشرة بس بتدي شكل حلو في المكان يعني. يعني ممكن لو لو انا طفيت الاضاءة في المكان ممكن انا سيبها تهد شوية من الاضاءة يعني. تمام. جميل. هنا برضو صورة الانية. اه. هنا الاسبوتات اللي هي في الجبسون بورد او في السق. اه. اه. فكرة النجفة الكبيرة اللي في الوسط دي ممكن تكون تراجعت شوية. يعني هل الاضاءة برضو ليها موضة زي اي حاجة ليها موضة. هي حسب الستيل بتاع المكان. بتختلف من مودر للستيل او الالترا مودر. النجفة الكبيرة دي في الاماكن الوسعة في الاسقف العالية. خلي السقف العالي ده. اه. لازم حط حط في اعتباري السقف العالي والسقف المنخفض. وانا بوزع الاضاءة بتاعتي. بيعمل مشكلة. السقف المنخفض بيعمل مشكلة كبيرة. فيه بيحصل في الجبسون بورد الناس بتبتدي بتعمل سقوط سقوط سقوط. الهي ستبس ستبس ستبس. اه. فده بيكل من مساحة السقف. من الارتفاع. فمنلاقي الارتفاع بتاع السقف بتاعنا منخفض. اه. فطبعا ده بيأثر على الحالة النفسية. اه. وبيعمل ارتفاع في درجة الحرارة المكان. النجفة الكبيرة لو المساحة عندي كبيرة ومتاحة وارتفاع السقف عندي. والمكان كبير. اوكي ماشي ماشي الحالة. اه. موجودة لسه. تمام. في الستيل. اه. يعني النجفة الكبيرة ستيل شوية وتبقى للمساحات الكبيرة. بالضبط. الجبسون بورد او القسقف السقطة يعني تي شوية مودرن. يعني وعايزة يمكن مساحات صغيرة شوية. عايزة مساحات صغيرة. بس برضو حسب الارتفاع. بس في المساحات الصغيرة. اه. محباش ان هيبقى فيه سقوط كتير. وحسب الارتفاع برضو لانه فيه ارتفاعات بتبقى عالية بتسمح. وفيه ارتفاعات بتبقى شوية يعني. بس يا ريت ما يحصلش السقوط الكتير. يعني ينزلوا بتلت. اه. بتلت. لفل يعني. كتير او. كتير. للعين صعب. ولدرجة الحرارة. اي. انت مهما حطتي تكييف مش هي هيأثر معاك. اه. طيب. مهندسة فاتن اسمحلنا. هنتوقف ثواني معاكي ومع كل السادة المشاهدين. هنشوف مع حضراتكم هذا التقرير عن الاضاءة. وتوزيع الاضاءة وتأثيرها على ديكور المنزل بشكل عام. ونرجع مرة تانية ونواصل لقاء. فن الاضاءة هي العصة السحرية التي يستخدمها مصمم الدكور الداخلي لاذهار جمال ديكورات المنازل. موسيقى. وخلق جو جميل ومناسب لكل تصميم على حدة. مهما كان نوع هذا التصميم. فكثير منا يغفل الاهتمام به. او على الاقل لا ننتبه لأهميتها عند وضع تصور معين لمنازلنا. في حالة عدم الاستعانة بمتخصص الديكور. مشاهدين نرجع مرة تانية ونواصل لقاءنا مع حضراتكم ومع الاضاءة وتأثيرها على المنزل. بشمهندسة فاتن عايزين نصائح كده من حضرتك لكل مثلا الشباب المتزوجين حديثا اللي دلوقتي بيفرشوا شقتهم. وعايزين يوزعوا الاضاءة بشكل مناسب بشكل جميل. علشان البيت تظهر يعني يظهر بشكل احلى ويكون مناسب للفرش. حركتوا قولهم ايه. السبق وقلنا احنا اتكلمنا في المساحة مهمة جدا. دلوقتي انا همسك مثلا الريسيبشن. ايه. هشوف انا هعمل فيه جيبسون بورد ولا هعمل فيه ولا هعمله مودرن ولا هعمل ستيل اللي كان بتقشغل كلاسيك. الجيبسون بورد. هحاول ان انا موزعش كمية اثبوتات كتير. اعمل مثلا بين كل اثبوت والتاني اسيب مسافة 90-80 صمتي. عشان ما ترميش عدد كتير منه الاثبوتات. عشان اخفف الاحمال اخفف الكهرباء. السخونة بتاع ارتفاع درجة الحرارة. اه. اه. لو هعمل اعمل اعتمد برضو على اني يبقى عندي فيه وحدات جانبية عشان لما احب اطفل الانوار وخففها. يبقى عندي لمبة ديرة. هي وحدة جمالية. ويبقى عندي مثلا ابليك. برضو باعتمد عليها. انا عايز اخفف الانوار. اروح من وورا الابليك. او عندي ابا جورتين على اثنين سايت تيبولز برضو. مكان الانحل وللقراية وما كان يعني ان انا استرخي شوية. طيب بس مهندسة فاتن اكيد لما حد بياخد رأي حضرتك مثلا اوزع الاضاقة ازاي. مهم اوي سؤال مودرن او ستيل. يعني مهم اوي اتجاهك ايه. الفرش هيبق مودرن ولا ستيل اعتقد ده مهم يعني. طبعا اكيد. في توزيع الاضاقة فيه فرق بين المودرن والستيل. انا حالها في المودرن هحط وحدات اضاقة سقطة. ايه. هحط الاسبوتات. الاستيل هحط النجف. ايه. تمام? تمام. الابليكات. الابليكات هنا دي برضو. بس دي ممكن موجودة هنا وموجودة هنا. بس هي الديزاين بتاعه هو اللي بيختلف. بس بين الديزاين بيختلف. اه اه. سبوت تابلو. بيرضو بيعتمد. بنيعتبره ان هو وحدة اضاقة بيدي شكل جمالي. اه. سبوت تابلو. اللي هو الاسبوت اللي بيبقى على تابلو معين مثلا. غرف اجي مثلا امسك غرفة النوم. اه. هيبقى عندي الاضاقة برضو مكترهاش في السقف. تمام. يبقى بالمعقول برضو. لو فيه جبس ومورد. يبقى عندي. هنا في عندنا افليكس كده برضو ومختلفا. اه. نتكلم عنها. يبقى عندي اتنين مثلا اباجورة على الاتنين كمود. كويس. اه. على اساس لو هخفف الاضاقة برضو. اه. اه. غرف الاطفال يبقى عندي النجفة او وحدات اللي هي السقطة. اعمل كل فوق كل سرير قبليك. او احطة اباجورة بين على كمود بين السرين. عشان الطفل لو النور الاوضا المطفي. اه. ما يخافش بالليل. وممكن ينور. ولو فيه حد كبير مثلا بستضيفه في السن برضو اينور لو الطفل عنده بيحب يذكر على المكتب احط له اباجورة لان الاضاءة اللي هي نزلة من السقف مش هتبقى كافية ان هو يركز هتلاقي طول الوقت هو ماسك الكتاب ودماجه بركزها قوي فبيضعف ابصاره حضرتك بقى كمهندسة ديكور او مصممة ديكور يعني متخصصة في موضوع الاضاءة ده بتبقي درسة برضو تأثير الاضاءة على الحالة النفسية ايه زي ما حضرتك وقلت كده بشكل سريع اللي بيقرأ مش هيقدر يقرأ كويس فلازم اعتقد الدراسات دي مهمة برضو في شغلك وفي تصميمك للديكور وتوزيع الاضاءة الاضاءة مهمة جدا وبتأوليها تأثير جامد جدا على الحالة النفسية لو انا دخلت مكان وشفت الاضاءة صخبة كتيرة حس نفسي متعصبة ورغم ان ممكن صاحب المنزل هو اللي يكون طالب ده بس هو مش عارف خلفياته هيبقى تأثيرها ايه عليه هو حابب ده بس هو مش عارف ان هي هتأثر عليه سلم حضرتك بقى تقولي له يعني انتي يعني قلتي ان انا بحاول برضو انفذ رغبة صحب المكان ولكن بقدر الامكان لازم توجهه وتقولي له الحاجة الصحة بحاول انصحه ولازم نوصل لمنطقة منطقة مرضية يعني الاضاءة الخفتة برضو اللي هي طول الوقت مش اللي انا بشغل مثلا اباجورة دي برغبتي لكن لو لقيت المكان كله اضاءة خفتة بحيث فيه ناس تقولك انا المكان مضايق هي مش عارفة ان السبب عندها في الاضاءة لقي ان برضو اثر على الفرش ممكن تلاقي عنده الفرش اللونه غامق ممكن تلاقي الحوائط غمقة او مستخدم دهنات كتير كل ده بيأثر على الحالة النفسية حضرتك درسة بقى هذه الجزئية وعرفاها المطبخ اضاءة المطبخ ده مهمة وسيدة المنزل وهي وقفة في المطبخ لازم تبقى يعني مرتاحة نفسية وبتبقى شايفة كل حاجة الست البيت بتقضي نص يومها وبالتالي نص عمرها في المطبخ الاضاءة بتاعت المطبخ بتتأثر بحاجات كتير لون السيراميك اليونتس بتاعت المطبخ الوحدات المطبخ الديزاين بتاعها ايه؟ انا المفروض دلوقتي انا كل شركات الفرنتشر بتهتم بالديزاين بتاع المطبخ المفروض يكون عندي كتلة وفراغ اه ارفف مفتوحة انا ودخل المطبخ لو المطبخ اوبن ما فيش مشكلة لكن لو المطبخ مغلق ومستقل بذاته ايه المفروض انا ودخل الاقي ارفف مفتوحة عليها اكسيسوري عليها قطع من قطع المطبخ كاسات حاجات اطباق على ستاند المطبخ جوه يبقى فيه ارفف مفتوحة اعمل فيه درف بالازاز حط فيها سبطات عشان تعمل اضاءة وتبقى اضاءة برضو غير مباشرة احنا شايفين بعض السور برضو حذرتك اشرحيها لنا كده او قد بتبقى فيه فعلا اضاءة فوق رف مثلا اضاءة يعني بيبقى اضاءة متوجهة للحاجات الموجودة على الارفف بس بتدي شكل جميل برضو بتدي شكل جمالي لو عندي كاونتر في المطبخ برضو بيبقى فيه سبطات عشان اللي هياكل مثلا حاجة سريعة بيفطر بيتعشق برضو يبقى فيه انارة الالوان اللي المطبخ كل الناس كان اعتقادها زمان ان المطبخ لازم يبقى بنيات السراميكي يبقى غامض عشان اللي نضافه بالعكس دلوقتي كل متخصصين في العلم الطاقة بيتكلموا ان الالوان الفتحة الناس دلوقتي بتخاف لا والاوساخ والدهون مع رشد بالعكس انا برضو ده بيأثر بطاقة سلبية على الانسان لما يكون فيه اوساخ او الدهون بتجمع اتربة فالسطح بيبقى معتل فغزبا عنك بعد فترة هتلاقي المكان كله بقى صحيح صحيح كئيب مادام الوحدات بتبقى قابلة للغسل وبتبقى مفيش مشكلة مع المياه او اي مادة مذيبة للدهون لو شوية تخلى ابسط حاجة بقماشة بسيطة جدا او خوطة كتط مطبخ يعني اول بول ستة البيت بتعمل كده هتلاقي الدنيا نورته اكيد اكيد مادام فعلا نقدر نحن ننظفها على طول اول باول يبقى نستخدم حاجة تكون مريحة للعين وتدينا طقة ايجابية دي مهمة جدا عمان بشبهندسة فاتن شرفتينا ونورتينا النهاردة ويعرفنا منك بعض المعلومات وبنتمنى ان السادة المشاهدين تكون وصلت لهم يعني هذه المعلومات عشان كل واحد يفرش شايته كده بالشكل المناسب الجميل وتوزيع الاضاءة يكون جميل شرفتينا ونورتينا وبنشكرك على وجودك معنا مشاهدينا الكرام بنصر الختام حلقتنا النهاردة تكلمنا عن العصر الزهبي للمرأة المصرية وان شاء الله المرأة المصرية هي بالفعل تستحق كل التقدير والاحترام وان شاء الله الظروف المناخية اللي بنمر بها في هذه الايام تعدي بسلام وامان على مصرنا الحبيبة وعلى كل الشعب المصري انتظرونا بكرة ان شاء الله في نفس اللقاء وحلقة جديدة مع زينة